بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السادسة أعداد الموازنة الاستثمارية ثالثا طرق تقييم المشروع الرأسمالي تتعدد طرق تقييم المشروع الرأسمالي ومنها نخد منها على سبيل المثال طريقة صعف القيمة الحالية طريقة معدل عائد الداخلي طريقة مؤشر أو دليل الربحية ويساوف يتم تناول كل طريقة على الناحو التالي رقم 1 طريقة صعف القيمة الحالية net present value method تتطلب هذه الطريقة حساب كل من القيمة الحالية للتضفقات النقدية الداخلة للمشروع الاستثماري والقيمة الحالية للتضفقات النقدية الخارجة اللي بيطلق عليها تكلفة الاستثمار المبدئية تتحدد صعف القيمة الحالية بالعلاقة الرياضية التالية صعف القيمة الحالية بتساوي القيمة الحالية لتضفقات النقدية الداخلة اللي حددناها من هنا ناقص القيمة الحالية للتضفقات النقدية الخارجة اللي حددناها من هنا اللي هي تكلفة الاستثمار المبدئية ما ملاحظة أنه أولا إذا كان أمامنا مشروع استثماري واحد فقط يقبل هذا المشروع إذا حقق صافي قيمة حالية مجبه ويرفض إذا حقق صافي قيمة حالية سالبة ثانيا إذا كان أمامنا عدة مشروعات استثمارية ونختار منها الأفضل حنختار الأعلى صافي قيمة حالية مجبه وبالطبع نرفض المشروعات التي تحقق صافي قيمة حالية هي سالبة يبلغ في أكتر أكتر الأعلى مع ملاحظة أن التدفقات النقدية الدخلة والتدفقات النقدية الخارجة نقارن بينهم الدخلة مثل الإرادات أو وفر التكاليف يعني الإرادات اللي جاية دي تدفق داخل تب التكاليف إذا وفرناها تبا برضو تدفق داخل وقد تكون تدفقات منتظمة أو ثابتة كل سنة يعني مثلا المشروع ده بيجيب لي تدفق سنوي ثابت عشر تلاف كل سنة النوع الثاني تدفق نقدي مختلف تدفقات مختلفة من سنة الأخرى يعني السنة الأولى بيجيب عشر تلاف السنة الثانية طمانتاشر ألف السنة الثالثة خمس تلاف يعني بتختلف من سنة الأخرى إيه الفريق بين الحالتين دولت؟ في الحالة الأولى لو كانت منتظمة هتضرب المنتظمة دي تضرب في معامل القيمة الحالية المجمع لعدد سنوات التفقات بمعدل خاص من معين ويكون معامل القيمة الحالية أكبر من واحد صحيح طب لو كانت التفقات مختلفة من سنة الأخرى هتضرب في معامل القيمة الحالية لكل سنة كل سنة لوحدها بمعدل خاص من معين ويكون معامل القيمة الحالية أقل من واحد صحيح تدفقات الخارجة مثل تمن الشراء وضريبة المبعاة وأي تكلفة رأسمالية مرتبطة بالمشروع تحسب مرة واحدة في السنة صفر السنة صفر دي تعبر عن السنة اللي هي قبل بداية المشروع قبل بداية تنفيذه أي قبل بداية جلب المشروع لتدفقات نقدية داخلة ومعامل القيمة الحالية لها يكون واحد صحيح لأن السنة صفر